مرحباً بكم وحلقة جديدة من لغات العالم اللغة الإسبانية واحدة من أجمل وأهم لغات العالم وواحدة من أكثر اللغات تحدثاً تعتبر حالياً هي اللغة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد متحدثيها احنا في حلقاتنا بنشتغل شغل مختلف بنشتغل شغل متعلق بأن احنا نزود الحصيلة اللغوية عندكم ننمي اللغة عندكم أكثر ما احنا بنعلم لأن طبعاً احنا حلقاتنا مختلفة اللي ممكن بيتابعنا النهاردة ممكن ما يتابعناش المرة الجاية فمتقدم لكم في كل حلقة وجبة جميلة دسمة حلوة تساعد كل اللي بيتعلمه اللغة الإسبانية كل اللي عنده خلفية ولو بسيطة يقدر يتابعنا ويستمتع بحلقاتنا وهذه اللغة الجميلة طبعاً زي ما قلت يعني واحدة من أكثر اللغات أو من أهم اللغات وأكثرها تحدثاً حنبدأ بالعبارات الحياتية اللي بنستخدمها في حياتنا العبارات دي ممكن تشتمل على جمل عادية ممكن نقولها في حياتنا ممكن تشتمل على تعبير جميلة على أمثال وأقوال شائعة الاستخدام وتعالوا نبدأ بأول حاجة وهي نولو إيث أبروبوسيتو نولو إيث أبروبوسيتو يعني إيه نولو إيث أبروبوسيتو يعني I didn't do it on purpose يعني أنا ما أصدتش أعمل كده أنا لم أفعل ذلك عن قصد نولو إيث أبروبوسيتو طبعاً هنا عندنا كلمة إيث إيث ده دي البربو أثر ده تابع للفعل أثر وأثر يعني يفعل فلما أقول أثر في البرتاريتو البرتاريتو اللي هو الزمن الماضي تعالوا نراجع على البربو أثر في البرتاريتو أو في الزمن الماضي طبعاً اللي على الشمال دي الدمائر واللي على اليمين تصريف الفعل في الماضي فحقول يعني أنا فعلت أو عمالت tú hiciste él ella usted hizo nosotros hicimos vosotros o vosotras hicisteis ayos, ayas ustedis, ethieron طبعا ده تصريف البربو ather في البرتاريتو أو في الزمن الماضي فلو رجعنا للجملة بنقول no lo ithe no lo ithe لأن ithe هنا يعني yo يعني أنا no lo ithe a proposito يعني أنا لم أفعل ذلك عن قصد I didn't do that on purpose la segunda frase piénsalo bien antes de decidir piénsalo bien antes antes de decidir يعني فكر كويس في الموضوع أبل ما تقرر think well before you decide piénsalo bien antes de decidir تعالوا نفك الجملة دي شوية أول حاجة piénsalo piénsalo دي جاية من البربو pensar piénsalo يعني يفكر كلمة أخرى لها reflexionar 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 يعني يفكر أيضا piénsalo bien جيدا فكر في الموضوع كويس antes de antes de يعني قبل an antes de عكس después de antes de يعني before después de يعني after يبقى قول antes de عكس después de وطبعا decidir حتى بينا في الإنجلش برضو بنستخدم كلمة شبيهة أو فعل شبيه decide ف decidir ممكن كلمة أخرى لها باللغة الإسبانية determinar determinar وعكس determinar وعكس decidir basilar basilar يعني hesitate يعني يتردد يبقى قول بيان سالو بيان أنتس de decidir بيان سالو بيان أنتس de decidir طبعا جملة شائعة لاستخدام جدا فكر في الموضوع ده كويس قبل ما تقرر هتعمل ايه بالي لس جين تفراس طبعا احنا كنا خدنا لسه في اول جملة خدنا كلمة أبروبوسيتو وكلمة أبروبوسيتو خدناها بمعنى عن قصد لكن أبروبوسيتو هنا لها معنى آخر أبروبوسيتو لها معنى آخر لما بدأ بها الكلام بيبقى لها معنى تاني تعالوا نقرأ الجملة الأول أبروبوسيتو مارتا تيماندا سالودوس أبروبوسيتو مارتا تيماندا سالودوس أبروبوسيتو هنا يعني باي ذا واي على فكرة بالمناسبة لما فجأة أحب أقول حاجة وأفتكر أن أنا أقول حاجة ممكن أستخدم الكلمة دي هنا بمعنى بالمناسبة أو على فكرة By the way Aproposito Aproposito Marta temanda saludos يعني بالمناسبة Marta بتبعث لك أو بتبعث لك تحياتها أو بتبعث لك السلام يعني Marta is sending you her regards المعنى الأول هو الموجود في الجملة المعنى الثاني أردنار أردنار يعني يأمر أردنار المعنى الثالث ديريخير ديريخير يعني lead أو يقود أو جوبرنار جوبرنار يعني يحكم فهنا ثلاث معاني للبربو مندار إحنا طبعا بنعرفها من خلال السياق فهنا لما أقول Marta temanda saludos Marta is sending her regards يعني أو Marta بتبعث لك أو بتبعث لك السلام فهنا أكيد manda تصريف للفعل مندار اللي بمعنى MBR أو يرسل La siguiente frase Is مش بس إحنا اللي بنقول التالتة تابتة كمان أهل اللغة الإسبانية عندهم نفس التعبير بيقولوا إزاي؟ بيقولوا كده A la tercera ba la bencida A la tercera ba la bencida O la tercera is la bencida يمكن المقولة دي كمان في اللغة الإنجليزية برضو بتقال بيقولوها third time lucky في بريطانيا في أمريكا بيقولوها third time is a charm third time is a charm اللي هي التالتة تابتة A la tercera طبعا ترثيرا يعني الثالث فلما أقول A la tercera ba la bencida يعني هي بقى القاضية يعني هي إيه الحاجة اللي هتكون تمام A la tercera ba la bencida O la tercera is la bencida التالتة تابتة لما أحيانا حد يحصل له حاجة وأنا أبقى فرحان فيه وعايز أقولو مسلاً أحسن تستاهل إزاي أقول أحسن تستاهل في اللغة الإسبانية التالت جمال اللي قدامنا دول بيحملو نفس المعنى ومعناهم تستاهل ممكن أقول إيه تلو مريثي te lo مريثي te lo مريثي te lo مريثي o te lo tienes merecido te lo tienes merecido o te está bien embelliado te está bien embelliado التالتة معنىهم زي فاليقليش كدا لما بقول تلو mereces يعني انت تستهل serves you right te lo mereces te lo tienes merecido te está bien embeliado تلات gomaldul تستهل tienes hermanos o hermanas no soy un hijo soltero taba عندما اقول حد tienes hermanos o hermanas يعني عندك اخوة 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 منت tienes ممكن اقول حد tienes hermanos يعني a propósito by the way tienes hermanos o hermanas no soy un hijo soltero soy un hijo soltero يعني انا الابن الوحيد ولو بنت اللي بتكلم حتقول soy una hija soltero soy una hija soltero كي عرص استفين دي سمانة كي عرص استفين دي سمانة what are you going to do this weekend iré al thine con unos amigus I'm going to the movies with some friends حتعمل اي في نهاية الاسبوع iré al thine con unos amigus سأذهب الى السين مع بعض الاصدقاء كي عرص استفين دي سمانة iré al thine con unos amigus te has puestu mi bichama ablare contigo mas tarde تخيلوا مسلا الموقف دا لو ab اللي بيقول لابن te has puestu mi bichama te has puestu mi bichama انت لبست البجامة بتاعتي te has puestu mi bichama ablare contigo mas tarde الترجمة حرفية li ablare contigo mas tarde يعني حكلمك بعدين بس هنا معناها كلامك معايا بعدين يعني ستنال بقى من عقاب يعني مثلا te has puestu mi bichama you're wearing my bijama ablare contigo mas tarde i'll talk to you later about that ف يعني te has puestu mi bichama طبعا mi bichama اللي هي زي ما احنا بنقولها البجama في اللغة العربية ablare هنا ablare البرbo ablare في المستقبل فبقول ablare ablare contigo يعني سأتحدث معك mas tarde لاحقا فيما بعد يعني كلامك أو كلامي معاك بعدين compreguntar no se pierde nada compreguntar no se pierde nada يعني there is no harm in asking سأل مش حيخصارك 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 كم preguntar no se pierde nada بيبي he has put a frog on the bed يعني إنه طفل شيء trabieso يعني ناطي شيء mi abuela que en paz descansé le tenía mucho cariño a esta casa لما نيجي نذكر أحد أموتنا الله يرحمهم بنستخدم دايما التعبير دا الله يرحم الله يرحم فإذا يقول التعبير دا باللغة الإسبانية أقول كدا كانت مغرامة جدا بالبيت دا طبعا هنا tener cariño يعني querer mucho tener cariño دا تعبير معناه يحب جدا أو يغرم بي ف ميابولا كيمباث دس canse لتنية mucho cariño a esta casa كتير قوي بنستخدم التعبير دا ماتغير ش الموضوع ونلاحظ إن كلمة التما بالرغم من إنها منتهية ب لكنها كلمة مذكرة وبالتالي أقول ان تما موضوع أو مثلا برضو التما يعني الموضوع نو كام بي اس دتما don't change the subject لما أقول مثلا ان تما دي كادو يعني موضوع حساس ان تما دي كادو نلاحظ ان الكلمة دايما بنتعامل معاها على إنها مذكر نلاحظ طوب انا بسدية امي دي اسبرتي اسوستادو يستردي I had a nightmare and I woke up very frightened امبارح صحيت من النوم أو امبارح حلمت حلم مزعج اللي احنا بنقول عليك بوس امي دي اسبرتي وصحيت من النوم اسوستادو اسوستادو يعني وانا مرعوب خايف جدا عندنا كلمات مثلا زي كلمة انا بسدية يعني اي انا بسدية يعني انسوينيو يعني حلم دي ساكرادابلي انبلزنت انبلزنت دريم يعني حلم سيء اي انجوستيانتي وانجوستيانتي يعني دي سترسينج ومزعج يعني طبعا اللي احنا بنقول عليك بوس اسمه انا بسدية عندنا كلمة برضو دي دسpertarse يعني دخار د درمير يعني يسحو من النوم دسpertarse وبردو كلمة اسستادو يعني تمروسو كلمة اخرى لها تمروسو يعني مرعوب او خائف جدا باس باس لك باس تو يو سيانبري استريموس خونتوس باس لك باس يعني جملة دي معناها اي whatever happens يعني اللي حصل يحصل مهما حصل تو يو سيانبري استريموس خونتوس انت وانا او انتي وانا حنفضل على طول خونتوس يعني together مع بعض whatever happens will always be together احنا كده خدنا 20 فراسس خدنا 20 جملة من الجمل الشائعة لاستخدام وانا عارف انتوا حبيتوا الجمل دي من خلال الحلقات السابقة ومن خلال تواصلي معاكم عبر الانترنت وجروب برنامجنا برنامج لغات العالم تعالوا هنخرج في فاصل دلوقتي ونرجع ناخد فقرة اخرى فنرجع لكم مرة تانية ابقوا hola كنون بيجوت اللاتينية كيسو سابر wanted to know يعني كان عايز يعرف استكيب انت لأبرثياب سبويبلو كان عايز يعرف شعب يعني اترى الى اي مدى كان بيقدر اترى بلغتر ابقوا ايه 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 انه مستخدم مع مستخدم و بعض الزفافات و بعض الزفافات ساليو على كيه خارج للشارع بستيدو دي أبريرو وكن لابس لبس عامل بعد ما ميشي شوية كمبروباندو كنادي لركنوثية عشان تتشك إف سمبري عشان يتأكد او يعرف اذا كان في حد اتعرف عليه ولا لا حصل ايه قرر انه هو يدخل في احدى دور العرض السينمائي يعني ايه قرر انه موهي تياتر ديسدو ديسدو انترار انون تينة انتس ديلا بيليكولا ابرثيو ان لس نوتيثياس البروبيو بريسدينتي وقبل البليكولا قبل الفيلم before the movie gets started or got started قبل ما الفيلم يبتدي ابرثيو ان لس نوتيثياس ظهر في الاعلانات قبل الفيلم البروبيو بريسدينتي الرئيس نفسه the president himself pronunciando un discurso وهو بيعلن خطاب وهو بيعلن خطاب ده كان الجزء الاول من القصة الجزء التاني هنعرفه في الحلقة الجاية اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهاردة وتعلمتم معنا حاجات كتير ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية اشتركوا في القناة